وين كانت وجهة الهجرة أكتر دول عربية أو أوروبية أو أمريكا كندا؟ أول شي 60% دول عربية وبيجي وراها أوروبا وبعدين كندا وأمريكا الخليج لأنه جيراننا وقراب ودايما في علاقات فهنا أوقات عم نلحظ عم يجوا لهون وعم يخذوا للأسف ممرضين من أصحاب الكفاءات وبيعرفوا أنه الممرضين اللبنانيين اللي عندهم كفاءة يعني بيقدروا يعتمدوا عليهم يعني ما عم يخذوا المتخارجين الجدد طبعا فهذا أصحاب الخبرات أصحاب الخبرات طب نقيبة عندك إحصائيات أو أرقام عن اللي هاجروا تركوا لبنان أقلوا آخر ثلاث سنين يعني 2019 لليوم ثلاثة أربع سنين نحن الأرقام اللي رصدنيها بين نقابة المرضات والمرضين هني عم يتعدى ثلاثة ألف كيف بنعرف فيهم لأنه بيشوا أوقات بيخذوا وراء لحتى يقولوا أنه هني منتسبين للنقابة بس في ناس ما بتجي لعنا يعني بتسيفر ضغري فهو اللي إجوا لعنا رصدنيهم تقريبا صاروا يعني اليوم كنت عم شوف صرنا فزينا فوق ثلاثة ألف يعني صرنا ميت ثلاثة ألف وميتان ثلاثة ألف وثلاثمية وأكتري أصل قداش قداش نعدد المنتسبين نحن المنتسبين الإجمالي للنقابة صرنا رح حدود تسعة عشر ألف ممرض ومرضة لما كان سبعة تقريبا تهتم بسبع أشخاص وصولا إلى عشر أو إذا عيني فائقة واحد أو اثنين اليوم بكم شخص عم يهتم الممرض أو الممرضة يعني أنا ما فيها عم بشوفنا بكذا مستشفى عم يوصل أوقات الممرض عم يهتم بأربعة عشر ومن يومين قالوا لي عشرين يعني كان تعب الممرض فعلا وخصوصا بالليل من النهار يمكن بيدل فيه أعداد بس بالليل أوقات عم بحطوا ممرض على طابق في عشرين وعلى المستشفى ككل يعني هيدا يعني فيه مسؤولية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر